قال القيادي في التجمع اليمنية للإصلاح بمحافظة حضربوت عمر دومان بأن الحزب يراقب الأحداث الجارية والمسجدات السياسية عن كثب ويؤكد على ضرورة معالجة الاختلالات التي شهدتها محافظة الشبوة جاء ذلك في لقاء نظمه الإصلاح في مديرية سيئون فرع مدودة لأعضاء ومناصري الإصلاح في إطار اللقاءات السياسية والتوعوية وعشر دوما إلى أن الإصلاح ومعه كل الوطنيين يدركون مآلة الاختلالات التي حدثت في شبوة وانعكاسها على هيبة الدولة ومؤسساتها وعشر إلى أهمية منح مجلس القيادة الرئاسي فرصة قصيرة لمعالجة الاختلالات التي حصلت أمام مرأة ومسمع من أبناء الوطن والعالم واستهانت بالثوابت الوطنية والنظام الجمهوري